هذا وصطر رجال قوة دفاع البحرين أروع الملاحم من خلال مشاركتهم من شتى ميادين العزة والكرمة للدود عن مقدرات الأوطان وحماية أراضيها نعم هيئذ تمثل مشاركة قوة دفاع البحرين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في المملكة العربية السعودية الشقيقة أبهى صور تقديم يد العون والمسند للأشقاء وبمشاركتهم في الذود عن سيادتهم وحماية حدودهم في وجه الإرهاب الذي يضمر الشر ولا يريد الخير لأبناء هذه الأمة جميعا تضحيات كبيرة ودماء زكية امتزجت مع دماء الأخوة المرافطين في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في سبيل رفع راية الوطن عاليا وتعد البطلات التي قام بها شهداء الوطن على مر التاريخ ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها شعب مملكة البحرين شهداء أضح رموزا خالدة تزين التاريخ بالمجد والعزة وتحفظ كرامة الأوطان بعد أن طالتهم أيان الغدر في عمل عدائي غادر قام به الحوثيون على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ورغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن إلا أن مرتكبي هذا الجرم قاموا بخرق الهدنة الأممية وخالفوا جهود أحلال السلام في المنطقة دون أدنى مراعاة لمصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة مملكة البحرين لا تنسى أبناءها البررة لا سيما أبطالها الكرام مما مذلوا النفس والدماء الزكية في ميادين العزة والكرامة وساحات الفخر والشرف وفي مجال البطولة والمجد والدفاع الوطني والواجب المقدس مسطرين أروع ملحمة وطنية لا يمكن أن تمحى مع تقادم الزمن ترجمة نانسي قنقر